أهلا بكم لا يزال اقتناء الأمريكيين للسلاح الفردي أزمة تبرز عند كل حادث إطلاق نار الدستور الأمريكي وخاصة المادة الثانية التي جعلت امتلاك السلاح حقا مكفولا لكل المواطنين الأمريكيين ووفقا لدراسة أجراها مركز بايو للأبحاث أوضح أن قرابة 60% من الأمريكيين يعتبرون أن العنف المسلح مشكلة ويتوقعون أن تزداد سوءا في السنوات الخمس المقبلة وهذا بالفعل ما عكسته الأرقام التي أكدت هذا الافتراض فهذا العام وحده شهد 421 حادث إطلاق نار جماعي كما أن الأسلحة النارية تعتبر السبب الرئيسي لوفاة الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم ما بين عام وحتى 17 عام جونس هوبكنز المتخصص لإيجاد حلول لهذه الظاهرة فكيف تبدو مواقف هاريس وترامب إزاء هذا الموضوع الشائك؟ تختلف الأراء والمواقف بشأن هذه القضية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري بصورة قوية حيث تشتعل أزمة حمل السلاح خلال موسم الانتخابات الرئاسية بصورة خاصة وتكون محور تنافس شرس بين مرشحي الرئاسة وفيما يتعلق بنهج المرشحة الديمقراطية كامال هاريس فيجب التنويه إلى أن هاريس تشرف على مكتب البيت الأبيض للعنف المسلح والوقاية منه الذي أنشئ في العام 2023 وهدف هذا المكتب إيجاد طريقة للتغلب على تقاعس الكونجرس عن فرض قوانين للسيطرة على الأسلحة النارية بصورة أكثر سرامة تعهدت هاريس في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية بحظر الأسلحة الهجومية وذات السعة العالية ومجالات الترويجي لها كما أنها ستدعو لإجراء فحوصات طبية شاملة لحامل الأسلحة وكذلك ستدعو لسن قوانين تعمل على إبقاء الأسلحة بعيدة عن أيدي الأشخاص الخطرين وعلى الرغم من أنها تقول إنها من دعاة التعديل الثاني في الدستور الأمريكي فإن هاريس تدعو أيضا لإعداد تدابير أقوى للسيطرة على الأسلحة النارية ولكن في المناظرة التي جمعتها بترامب قالت هاريس إنه لا ينبغي أن ننزع الأسلحة من أي شخص ودعته للتوقف عن الكذب في هذا الموضوع من ناحية ترامب فلا طالما جاهر بهذا الحق الدستوري وبتعزيزه حيث يعتقد ترامب أن كل أمريكي لديه الحق الذي منحه الله له لحماية نفسه وأسرته الجدير بالذكر أن الرابطة الوطنية للبنادق في أمريكا والمعروفة بـ NRA تلعب دورا محوريا في الانتخابات الرئيسية كأحد أكبر جماعات الضغط وبالرغم من التحديات القانونية والمالية التي تواجهها الجمعية تستمر الرابطة الوطنية للبنادق في دعمها القوي للمرشحين الجمهوريين خلال انتخابات هذا العام وتتمسك بمعارضتها على مدى عقود من الزمن لإجراء تقييد ملكية الأسلحة بل وتضغط في سبيل سن تشريعات تشجع على انتشار الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية حملة ترامب الانتخابية قالت إنها ستنهي هجمات هاريس وبيدن على مالكي الأسلحة الملتزمين بالقانون إن انتخب رئيسا وتعاهد ترامب في أحد معارض الرابطة الوطنية للأسلحة بأنه لن يكون بمقدور أحد أن يضع تشريعات مناهضة للدستور لحمل المواطنين للأسلحة يذكر أنه في العام 2018 دعا ترامب الكونجرس إلى تمرير تشريع لتعزيز وتحسين نظام التحقق الفوري في الخلفية الجنائية للراغبين في امتلاك أسلحة بل واشترق في هذا الاقتراح الحزبان الديمقراطي والجمهوري ولكن ترامب ظل يفاخر بأنه لم يفعل شيئا يقيد حظر الأسلحة طيلة فترة وجوده في البيت الأبيض على الرغم من أن إدارته قد ثنت قانون حظر مخازن الأسلحة خلال عهدته عام 2017 إلى هنا مشاهدين كرام ينتهي هذا العرض السريع حول قضية حمل السلاح كقضية شائكة بين مراشحي الرئاسة الأمريكية أعود بحضراتكم مرة أخرى إلى دمك كردي